موسيقى مساء الخير و أهلا بيكو حل أجديدة و كلمة أخيرة نهاردة حنتابع أنباء محاولات الفيدرالي الأمريكي إنقاذ مودعي ساليكن فالي بانك اللي طبعا بعد حدث انخفاض كبير في أسعار الأسهم والسندات بالذات أسهم البنوك في أمريكا و أسيا و في مصر أيضا هناك بنك آخر أعلن السلطات الأمريكية إغلاقه إلى أين تذهب هذه الأزمة هل ستؤثر على أداء الفيدرالي المتشدد بخصوص سعر الفيدة يعني كانت كل التوقعات الفيدرالي في اجتماعه القادم سيرفع الفيدة ما بين ربع و نص دلوقتي يبقى فيه بعض التوقعات أنه قد يثبت الفيدة من أجل بعض الطمأنينة للأسواق لأن رفع الفيدة المتزايد كان أحد أسباب سقوط وإفلاس هذا البنك اللي هو سيليكن فالي بانك الفيدرالي الأمريكي النهاردة أداءه غير مبارح مبارح كان بيتكلم فقط أو مبارح الخزانة الأمريكية أيضا وزارة المالية الأمريكية كانت بتتكلم مبارح أن احنا مش هنضمن غير 250 ألف دولار الوداية ولا نقوم بأي عمل لإنقاذ البنك النهاردة احنا بنتكلم في حاجة تانية خالص بنتكلم أنه كلام بايدن وكلام الخزانة والفيدرالي الأمريكي أنه كل الأموال للمدعين في سيليكن فالي بانك أو في سيليكن فالي بانك هي مضمونة من الفيدرالي الأمريكي فده كلام مختلف تماما من الواضح أنه كان فيه تخوف أنه الدومينو إيفاكت يشتغل وأنه نبتدي في حالة قلق على القطاع المصرفي الأمريكي ويبقى فيه حالة هلاء خاصة فيما يتعلق بيئة المصارف المتوسطة والصغيرة هنتابع ده ونشوف برضو تأثيره على أسعار الفيدة أيضا في ساعاتنا الإخبارية هنستمر في جولتنا بين مسلسلاتنا في رمضان والنهار ده هنشوف مسلسلين آخرين المتحدة الحقيقة عملة عدد كبير من مقدمة عدد كبير من مسلسلات يعني تنبق بأنها ستكون جيدة بتقدم موضوع وأيضا بتقدم تسلية وفنانين كبار أما في النصف الثاني من حلقتنا فسنتذكر واحدة من أهم الأصوات المصرية الفنانة شريفة فاضل اللي رحلت عن عالمنا من أيام قليلة لكنها تستحق أن نقف عندما قدمته للموسيقى المصرية والعربية من أغنيات بنكهة شعبية مصرية أصيلة راسخة في الوجدان فاللح كان فايت مبروك عليك يا معجباني اللي محدش معرفه بتتغنى في كل فرح الصبر اللي الحرط السقيين كتير من الأغاني دي بيعاد تقدمها مرة أخرى بأصوات عديدة من أجيال مختلفة هيكون معانا النهاردة ولأول مرة أولادها سامي السيد بدير ابن طبعا العظيم السيد بدير وتامر علي زاكي طبعا شريفة فاضل كان لها ابن أكبر استشهد في مارس 73 في أثناء الاستعدادات لحرب أكتوبر ونهايات حرب الاستنزاف غنت له أم البطل حيكون معانا كمان النقد الفني طارق الشناوي ونعرف حكايات كل الأغنيات لكن قبل ما نبتدي عايزة أفكركم مرة أخرى أن التقديم على مسبقة الفرصة في الموسم الجديد للشركات الناشئة مستمر يعني جالنا الحقيقة يعني متسابقين من كل محافظات هنشوف المحافظات اللي شاركت معانا هذه رسم بياني بالمحافظات ومين أكتر الأبليكيشنز المتقدمين أو الشركات اللي تقدمت معانا كانت منين يعني أعلى خمس محافظات لحد دلوقتي تبقى لهذا الرسم البياني القاهرة ثم الجيزة ثم الأسكندرية ثم الدأهلية ثم أسيوت وإحنا السنة دي مهتمين جدا بالمحافظات لأننا حنصور حلقات كاملة في المحافظات بالذات في الأودشنز فعاوزين أصحاب الشركات من كل هذه المحافظات أنا مش عايزة بس القاهرة وإسكندرية صحيح القاهرة عاملة 38% لحد دلوقتي تليها إسكندرية 21% لكن إحنا عايزين كل المحافظات أنا سعيدا أن أسيوت موجودة معانا وبقوة عايزين بورسعيد عايزين لقصور عايزين البحيرة عايزين شمال سيناء عايزين السويس عايزين كل المحافظات تشارك معانا هيكون في حلقات مخصصة للمحافظات ومرة تانية لو عندك شركة ناشئة قائمة على الابتكار وما عداش عليها أكتر من ثلاث سنوات أو حتى لديك منتج تجريبي تقدر تقدم على مسابقة الفرصة المهم تكون شركتك فيها عنصر ابتكار البر كود للاستمارة موجود دايما على الشاشة طول الوقت طول الحلقة أعمل له سكان ويملة أويملي الاستمارة وحتلاقوا لينك الاستمارة على صفحة الفرصة بننتظركوا وإن شاء الله عندنا موسم ساخن ومهم ومليء بالفرص يلا نفتيجي الحال